اشتركوا في القناة واحنا بنتكلم قبل مباراة بكرة اكيد في تحديات اكيد في ظروف صعبة اكيد في اصابات لكن ان شاء الله كلنا كجماهير النادي الاهلي عندنا ثقة كبيرة جدا في كل لعب النادي الاهلي في الجهاز الفني فاي واحد هيكون موجود في ملعب المباراة بكرة ويبتدي المباراة وينزل الشروط التاني وده اللي احنا تعودنا عليه دايما من كل لعبي النادي الاهلي اتعودنا من كولر في الثلاث مباراة السابقة امام نادي الزمالك وده كانت مواجهات كولر اني دايما ما بيشتكيش دايما ما بيتكلمش في الصعب اللي عنده دايما عنده ثقة في كل لعب النادي الاهلي لما بنتكلم عن الاصابات الموجودة اكيد لعبه مهمين اكيد لعبه اساسيين لكن عندنا ثقة في كل لعب النادي الاهلي لما بنتكلم عن واحد زي محمد الشناوي حارس مرمى النادي الاهلي ومنتخب مصر اللي بنتمناله ان شاء الله الشفال عاجل ويكون قريب ويرجع مرة تانية للملاعب لكن عندنا ثقة كبيرة جدا في مصطفى شبير وفي كل الحراس المتواجدين معاه محمد الشناوي اللي ليه دور مهم جدا سواء لما كان متواجد في الملعب او دلوقتي وهو خارج الخطوط محمد الشناوي النهاردة اللي يزار وسافر علشان يكون متواجد مع فريق النادي الاهلي ويوصل الرسالة محمد الشناوي اللي ليه دايما دور مهم في الكلام والتشجيع مع مصطفى شبير وزي ما احنا شايفين دلوقتي ده تواجد محمد الشناوي النهاردة وصفر وحرصه ان يكون متواجد مع لعبي النادي الاهلي علشان الرسالة توصل نقل الخبرات السقة تواجده هي دي روح الفانيلا الحمرة وهي دي اللمة اللي دايما بالراهن عليها في النادي الاهلي ان ربنا دايما ان شاء الله يكرمنا لما بتتكلم عن ياسر ابراهيم واحد من العناصر المهمة والعناصر الاساسية واحد من اصحاب الخبرات الكبيرة وكان بيمر بافضل فتراته لكن عندنا ثقة في محمد عبد المنعم ورامي ربيعة وكل واحد يلعب في المكان ده لما بتتكلم عن آليو ديانج دبابة وسط الملعب عندنا ثقة في مران عطية وامام عشور ومجد افشة والسولية وكل لاعب وكريم ندفد كل لاعب يتم توظيفه في خط الوسط وسام أبو علي وسام أبو علي اللي احنا بدأنا يعني يعني كل جماهير النادي الاهلي ترتبط بيه برغم انه لعب مباراة او اتنين مباراة ميديامة اخد وقت من المباراة موراة بلدية المحلة شارك فيها لكن حسينا ان احنا عندنا مهاجم كبير لكن عندنا ثقة في مودست مودست بالمناسبة اللي جاب لنا بطولة السوبر المصري وكان بديل ونزل وسجل واحرز هدف من الاهداف الحلوة وصنع الهدف الرابع وعندنا ثقة في كولر عندنا ثقة في محمود كهربا عفوا محمود كهربا اللي رغم ان كولر قال ترتيب كهربا عندي الثالث وخلي بالكو دي بتبقى نقطة مهمة للمدير الفني ازاي يستفز مشاعر اللعيب اللي عنده ازاي يستنفر القوة والطاقات بتاعت اللعيب اللي عنده ممكن يقول اللعيب انت بالنسبة لي مش الاول عشان اللعيب يكتهد ويموت نفسه في التمرين ولما ينزل المباراة وياخد فرصة يقول انا موجود هي دي الدوافع الجديدة المدير الفني دايما حريص عليها لعيبة مهمة اللي احنا اتكلمنا عنها رغم الاصابات لكن عندنا ثقة كبيرة في الكل اللعيبة الموجودين ان شاء الله باذن الله طارقنا علشان ناخد كاسم اشتركوا في القناة